هذا الكتاب إلى مكتب سيد رئيس الوزراء المحترم تحتع وزير الصحة المحترم إلى وزير المالية وزير المالية رفع إلى دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء رجع للمالية بأمر وهذا الأمر أرض الحيط ليش ما أعرف ومعلومة أخرى كذلك بأنه تم تعيين مجموعة بالألفين وعشرين وستلموا راتبهم أما المتعينين بشهر العاشر أما المتعينين بالألفين ساعة عشر لحد الآن ما مسترمين رواحة بهم هذا العدالة وين أريد أعرف هاي الأغامر دولة شون قاعد تمشي أو الإدارية شون قاعد تمشي بهذا الوضع باختصار حتى أرجع بحقوق سيدك دي أبدي بقضية باختصار من كثير من الأمور لازم نوضحها للناس ونحن في بث مباشر وهذه مسؤولية أولا خلينا نتفق على قضية أننا لسنا أضضاد أو أعداء وزارة الصحة قبل الجائحة أعلننا في كل مناسبة أننا نعاني من نقص حاد في الملاكات المختلفة فضلا عن الأطباء في التخصصات النادرة فإحنا كوزارة الصحة محتاجين لها دكتور نقطة نظام إحنا ما جاءنا نتحدث عن أعداء إحنا جاءنا نتحدث عن أخطاء إدارية حتى بين حضرتك ورزاق حتى أكد الحضرتك أننا بحاجة لجميع هؤلاء زملائنا وأحبانا وأصدقانا وبقدهم بعدها من نحتاجه ربما أكثر خصوصا في ظروف الجائحة هذه اتفقنا عليها المشكلة الأساسية يا سيد الكريم هو عدم إقرار الموازنة للعام الماضي ولحد الآن إحنا لم تقر الموازنة لحد هذه اللحظة خلينا نفصل بين المشاكل حتى لا تجمع كلها في وضع واحد لأن كل وحدة إلها خصوصية بالنسبة للأخ دكتور ليث أسود إذا تسمعه حبيبي ريدن سولف أنا قاعدين حديث بغداد وعن ساعة النقيب ويعني دكتور صباح الوقت محدود دكتور ليث أسود أنت تقول وزارة المالية والموازنة أخرت شهر العاشر أميد جفت لهم رواتب والموازنة ما مقرة اسمح لي أبين لك الكتاب اللي أمام حضرتك إذا تقرأ يوجد استثناء لألفين وخمسمائة طبيب فقط هذا كان في العام الماضي ومن موضوع القانون الاقتراض وهذا الكتاب بيتفاصيل بالكتب تسعة تسعة يلفين وعشرين بالضبط طيب فإحنا وزعناهم في مطلع أيلول الماضي الأطباء على بالنسبة للأطباء وليس الصيادة الأطباء الأسنان ووزعوا على جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات تبقى نقطة جدا مهمة خلي الناس تعرفوا حتى تنصفنا قانون نقل الصلاحيات لحد الآن ساري المفعول وزير الصحة لا يمتلك كامل الصلاحيات الإدارية والمالية على دوائر الصحة في المحافظات حتى في بغداد كرخور وصافة لأن الدوائر مرتبطة بالسادة المحافظين والدليل على كلامي شوف النقطة يمك راح تشوف أن دائرة صحة الأنبار والنجف ما عندهم مشكلة استلمة وطباها فها تبعت دائرة الصحة ونشاطها وعلاقتها بسيد المحافظ وخاطبه والمالية وحصله ودعنا نتكلم على الشنوعة الـ 2500 بالنسبة للأخوة الباقين من أطباء وصيادل أو باقي العناوين في قانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 جميعهم آلاف الدرجات الوظيفية بعد إقرار الموازن ما ممكن أن يتعين أي إنسان حسب قانون الدولة العراقية وحضرتك تكلمنا بها بالفاصل إذا ما كان هناك درجة وظيفية وتخصيص مالي على أساس على أساس الطهم درجات وباك تخصيص مالي لم يعطوا درجات هم وزعوا شخص أنا تخرجت من كلية الطب أو طب الأسناع طبعا أنت تسألني هل هذا الأمر طبيعي له هو أمر غير طبيعي بسبب الظرف الخارج عن إرادة وزارة الصحة أبين للأخ دكتور ليث أسود تحياتي إليه أنتم مشكلة خاصة وليست عام ما أكو وجبة قليلة اللي هم نسميهم الوجبة الثالثة في نهاية عام 2019 أغلب اللي مثل حالته انحلت مشكلتهم خاصة وقليلة 3500 لا أكثر اللي مثل حالته أكثر اللي مثل حالته أنه اليوم نتناقش وعندي تأكيد إذا تسمح لي والآن تأكيد من السيد مدير عام الإدارية في الوزارة أنه أغلب اللي مثل حالة الأخ انحلت مشكلتهم حتى نعرف تفاصيل هاي دعوة من خلال برنامج خلي شروف من المدير عام دارة الأمور الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة أغلبهم انحلت تبقى تفاصيل أرجع أقول لك عدنا مشكلة محسن تطيتني خبر خبر حصري باتصال مع من نسبة لهذه الوجبة الثالثة في نهاية عام 2019 الأخ دكتور سلمنا على السيد المدير نعم 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 الوكيد إداري ممثل عن طباء الأسنان ممكن يوم غد يكون موجود يوم حتى نستوضح أكثر هسا الآن ما أقدر أجاوبك باشر جمع يوم ناحية إن شاء الله يوم العودة يشرفونه وهذا الموضوع أنا باتصال مع حضرتك رح أقول لك شون النتائج عنه حال حال ويبقى معانا على اتصال وبعد عدنا أيضا محاور أتمنى ترجعني شكرا